أحنا الطائرة التي استهدفت إسرائيل الدرونات نعم ذكروا أنه استشهدوا انقتلوا ثلاثة وانجرحوا ثلاثة وعشرين صح وفق البيان نعم مئتين صاروخ قتل واحد فلسطيني حسب إعلانهم هم طبعا والإعلام العالم مختلف عن قصة الصواريخ الإيرانية مئتين صاروخ مئتين صاروخ طبعا الباليستيات اللي سبقا للدرونات بصواريخ فرص صوتية لا يمكن السيطرة عليها انطلقت من أصفهان إلى إسرائيل في أقل من عشر دقائق العملية الإيرانية عملية الإيرانية لم تكن دقيقة تقصد لا دقيقة وأثرت بشكل كبير عشرين صاروخ على قاعدة نفراتي نعم مو قليل لكن ما ذكروا ذكروا بس واحد استشهد فلسطيني قتل بشضايا صاروخ صاروخ نعم بس العراقيين لا ضخموا يعني عملية التسويق أثرت أثرت يعني إيش هي تتحمل الطيارة المسائرة هي طيارها من نوع شاهد يمكن إيش هي تتحمل يعني فضخموا الموضوع باتجاهنا هم عدهم حلم أن يجروننا إلى حرب عدهم حلم أن يدخلوا العراق حرب لأن العراق بدأ يبني نفسه زينان ليش أنطيهم تبرير أستاذ مثل ما ذكر أحد الخبار لماذا الفصائل تسمح بخلنا نقول بهذه الانفعالات لهذه الردود ليش أخلي موقتها موقتها لا أبدا يعني عملية السبعة أكتوبر حتى البارحة يمكن قائد فلسطيني بحماس أيضا قال جرت عين المشاكل بسمه هذا مشعل خارد مشعل خارد مشعل حقيقة يعني إحنا هسا أنا ماذا ما أعلوم أحد هسا إذن جاهد على فلسطيني أنا ما أعلوم مشكلة شخص إلا كان دائما جاهد خلنا نقاتل شعي لكنه لكن الدولة أين من هاي القصة الدولة تسعى والكتل السياسية القصة أنه الكتل السياسية هي داعمة للدولة حاليا والخطاب السياسي بين الكتل السياسية هو واحد هاي قصة مهمة قصة مهمة أنه نحاول أن نستوعب هاي الناس الجهاديين زين ونحاول أن نقلل نتأنى شوية لنستعجل معركة طويلة معركة خبيرة نقول ساتك سيد ياسار إلهم لقوة المقاومة هلا هلا ولا تستعجلون عدنا وسائل دعم عدنا نقدر ندعم الفلسطينيين ندعم اللبنانيين بسائل دعم مادي ومعنوي وموجودة حاليا ونقوم بها ولو بشكل بس موضوع السلاح الله الله لكن السلاح هم هم كفين ما يحتاجون هم ما قالوا هستعجلون يعني هم هستعجلهم السلاح اللي نحن نوديهم يا ما يضيف شي لم يضيف شي ما يضيف شي ولا الضربات ولا الضربات راح يضيف شي اشتركوا في القناة